صباح الخير لجميع متابعين في المملكة العربية السعودية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عمو مناطق المملكة خلال أول أيام عيد الفطر السعيد وأيضا التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثالث أيام القادمة أي خلال فترة عيد الفطر نبدأ نشطل بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم حيث تسود أجواء صافية وحارة 42 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 38 رطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة أسرع تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية تبوك 35 إلى 23 عرع فرصة الزخات من الأمطار 39 إلى 25 وأسكاكا 39 إلى 26 درجة مئوية بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة منورة رياح نشطة 41 إلى 25 جدة فرصة الزخات رادي من الأمطار 36 إلى 29 مكة المكرمة 42 إلى 30 والطائف 31 إلى 21 درجة مئوية مع فرصة الزخات رادي من الأمطار المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت التأثير أحوال جوية غير مستقرة أبهى 29 إلى 20 الباحة 28 إلى 19 وجازان 38 إلى 29 مع تفرق لبعض الغيوم المنطقة الشرقية الإحساء تقصحار 44 إلى 28 حفر الباطن 43 إلى 27 مع فرصة الزخات من الأمطار والدمام تقصح في 39 إلى 29 درجة مئوية نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى عفوا الرياض 42 إلى 28 بريدة 40 إلى 24 وحائل 37 إلى 22 درجة مئوية نذهب الآن واستعرض الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة أي خلال فترة العيد يوم الخميس 42 إلى 28 درجة مئوية يوم الجمعة لا تغيير على درجات الحرارة ولا تغيير على الأجواء 42 إلى 27 ونفس الأجواء يوم السبت مع 42 درجة مئوية كحرارة عظمى أمن الصغرى 27 درجة مئوية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء